اشتركوا في القناة ولم تتب شيئا من كتاب الله فادك على نفسك فوالله ما حرم الطاعة عبد إلا بل ذلك على بعده من الله عز وجل قالت قيام الثوري رحمه الله أذنبت بنبا فحرمت قيام الليل ستة أسهر فإذا وجدت أن الأيام تمر عليه وليس بكتاب الله حظ في أيامك وساعات لول كما نهارك فدك على نفسك فاسأل الله عز وجل العافية فالطرح بين وده الله عز وجل منيدا مستفرا فما ذلك إلا بذنب بينك وبين الله والناس الآن يهدرون كتاب الله والسلف يرتبطون بكتاب الله والفرق بين الطائفتين أن الفتن كثرت في هذا الزمان وما يدريك لعل فتنة في الفتر أو فتنة في السمع أو فتنة في الهرب تفئ نور الإيمان بها في القلب فلم تعي كتاب الله ولم تحبه ولم تكفي فكثرت الظنوب في هذه الأجمنة المتأخرة صرفت قلوب الناس عن الطاعة وأصبح حظ كثير من الناس في التأثر بسلام الله أقل من حظ الأولين الذين انتشر فيهم الخير وقل فيهم الشر فنسأل الله العظيم أن يتداركنا وإياكم بلدفه ولذلك من أفضل العلاج أن نفر من الله إلى الله وأن يحاول من يريد الخسوع والقرب من القرآن أن يفر عن الفتن وأن يبتعد عن كل سيئة تبعده عن الله سواء في سمع أو في بصر أو في فرجه أو في يده أو في لسانه يبتعد عن ذلك كله كان السلف الصالح رحمه الله يتركون فضول الحديث خوفا من الوقوع فيما لا خير فيه فكيف بنا وقد وقعنا في الغيبة والنميمة وغير ذلك من الذنوب فنسأل الله العظيم أن يتداركنا برحمته والله تعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر